نتيجة اكتظاظ الأسواق وعدم توفر مداخل ومخارج للأسواق العشوائية في مقدشو تلتهم الحرائق الناجمة عن الشرارات الكهربائية عدة أسواق في العاصمة كان آخرها سوق حمروين وهو ما يكبت الاقتصاد المحلي خسائر كبيرة هنا في سوق حمروين القديم التهمت النيران السوق عن آخره نتيجة تماث كهربائي أكثر من 200 محل تجاري تضررت بفعل الحريق لم يبق منها إلا النزر اليسير أبشر حرسي خسرت كل ما تملكه من المواد الغذائية تحول دكانها المكتظ بالمنتجات الزراعية إلى كومة ركام ودمار في غضون ساعات تحاول إزالة مخلفات الحرائق أملا في استعادة نشاطها برغم الفاجعة لم يستطع أحد إنقاد ممتلكاته من الحريق لكن نجونا بأنفسنا والحمد لله تحول الدكان إلى هذا المشهد لم يبقى لي شيء ليست أبشر المتضررة الوحيدة عائشة عثمان أيضا تحاول استيعاب صدمة الحريق الذي حول دكانها إلى ركام ومخلفات تناشد الجهات الحكومية دعم المتضررين من تدعية الحريق نطلب من الحكومة الفيدرالية والرئاسة الصومالية توفير دعم عاجل لنا أتلف الحريق كل شيء لدي أطفال صغار أسكن في بيت مستأجر ولا أستطيع السئن فعملي نطلب العون والمساعدة بلدية مقدشو تعد بإحصاء عداد المتضررين وتوفير الدعم لهم إضافة إلى إعادة هندسة تخطيط الأسواق الأكثر اكتظاظا في مقدشو تجنبا لتكرار الحرائق ستوفر بلدية مقدشو دعم للفئات الأكثر تضررا من الحرائق بعد إخمادها إلى جانب وضع تخطيط هندسي للسوق من جديد وإعادة فتح أبواب المحل التجارية لأصحابها مرة أخرى ظاهرة الحرائق المتكررة في أسواق العاصمة نتيجة الازدحام وانتشار محل بيع الوقود التقليدية والمطاعم الصغيرة فيها الظاهرة تكبد اقتصاد صغار التجاري خسائر مالية ضخمة من دون وجود شركات تأمين أو جهات حكومية تعوضهم عن خسائرهم خاصة أن الحرائق تلتهم أرزاقهم من ثلاث إلى أربع مرات سنويا خسائر فادحة يتكبدها أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة في سوق حامروين كثير من المتضررين من الحريق يحاولون استئناف تجارتهم لكن الخوف من حريق آخر يمثل هاجسا كبيرا من دون وجود ضمانات لمواجهة هذه الظاهرة الشافعات دون العربي مقدشو